الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من رمجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسياء الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي أهلا وسهلا بك فضل الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات مستمعين في كل مكان لا زال حديث شيخ جزالة خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح الوخاري يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 للمشتركة صلاة الكلمة حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وعلى أما بعد فما زلنا مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب التيمم نذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام ونحن في آخر كتاب التيمم قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وإن أسرين حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما إيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعى بالوضوء فتوضأ ونودع بالصلاة فصلى بالناس فلما فتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ما قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعى فلانا ودعى عليا فقال اذهبها فابتغي الماء فانطلق فتلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقالا لها أين الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف قال لها انطلقي إذن قالت إلى أين قالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابق قالا هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالية ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغ عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانا قالت العجب لقيني رجلاني فذهبا بي إلى هذا الذي وقال له الصابع ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حق فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام اجتمل هذا الحديث مع هذه القصة العظيمة على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام الوجه الأول شرح مفرداتي وألفاظ الحديث قوله وإنا أسرينا أيسرنا سفرا طويلا إلى ما بعد منتصف الليل قال وقعنا وقعة أي نمنا نومة هنية وهذه كانت بعد تعب شديد قوله رجلا جليدا أي جهوري الصوت لقوته رضي الله عنه قوله لا ضير أي لا ضرر قوله انفتل من صلاته يعني انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته ورأى رجلا معتزلا لم يصلي مع الناس قوله عليك بالصعيد الصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض قوله فدعا رجلين هما علي بن أبي طالب وعمران بن حسين راوي الحديث بينما زادتين مثنى مفرده مزادة وهي القربة الكبيرة من الجلد قوله ونفرنا خلوف أي رجالنا خرجوا في الأسفار وتركوا النساء والأطفال قوله وأيم الله وأيم الله يقول وأقسم لكم بالله لقد رأينا القربتين بعدما أخذ الناس منها ما أخذوا من الماء أكثر امتلاءا مما كانت عليه قبل قوله صلى الله عليه وسلم ما رزئنا من مائك شيئا يعني ما أنقصنا لك من مائك شيئا وإنما أخذنا ما أخذنا من فضل الله وقولها لا يصيبون الصرم أي قوله لا يصيبون الصرم أي كان المسلمون إذا غزوا تركوا القوم الذين هم من جماعة المرأة دون قتال الوجه الثاني في هذا الحديث بيان أن من فقد الماء فعليه بالتراب فإنه طهور وقد دلت الحديث السابقة التي ذكرناها على هذا الحكم الشرعي الوجه الثالث في الحديث جواز أظهار الأسف والحزن لفوات أمر عظيم من أمور الدين حينما نام الناس عن صلاة الصبح الوجه الرابع فيه أن من أصابته جنابه ولم يجد الماء فعليه بالتيومم على الصفة المذكورة وهي ضربة واحدة للوجه ولي اليدين الوجه الخامس فيه مشروعية الارتحال عن المكان الذي يعني يعتقد بأن الشيطان حضر الناس فيه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه بأن يرتحلوا عن المكان الذي ضيعوا فيه صلاة الصبح أو فاتتهم صلاة الصبح الوجه السابع فيه جواز الخلوة بالمرأة الأجنبية عند أمن الفتنة أو للضرورة ولذلك القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحذورات والوجه الأخير فيه عظمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأصحابه وكذلك اعتذاره لهذه المرأة وبيان وجه الحق فيما حصل من الماء الذي أظهر الله جل وعلا معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم لعلي أكتفي بهذا القدر وفي المجلس القادم نبدأ بكتاب الصلاة بإذن الله صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد بارك الله فيكم من فض الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 يقول هل الذهاب إلى المسجد ماشيا أكثر أجرا من الذهاب في السيارة؟ الحمد لله لا شك بأن الذهاب إلى المساجد ماشيا أفضل من ركوب وسائل النقل ولذلك الإنسان إذا مشى إلى المسجد فإن له بكل خطوة يخطوها حسنة وفي لفظ ترفع له درجة وتمحى عنه خطيئة أو سيئة فالمشي إلى المساجد فيه فضل كبير وثواب عظيم لكن هذا أيضا ينظر فيه على حسب الحاجة والضرورة فإذا كان الإنسان يشق عليه الذهاب مشيا كحر شديد أو برد شديد أو مطر موحل مثلا أو مسافة بعيدة فلا حرج في أن يذهب وله الأجر فيما يتعلق بقضية الذهاب والعودة له الأجر في ذلك بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله عليكم معنا هذه المكالمة أخو ابراهيم تفضل نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخو ابراهيم تفضل كيف حال مشاهدك الله يبارك فيك يحفظك حياك الله يا مرحبا أهلا وسهلا سؤال أول يا رويل عمر بخصوص ما تفضلت مرة بس كان آخر وقت آخر برنامج بخصوص كلمة إن شاء الله بعد ما تقول لواء لشخص الله يطول بعمرك الله يعطيك العافية يعني مثلا الله يخليك إن شاء الله الله يحفظك إن شاء الله هذا يجوز بعد الدعاء للشخص تقول له إن شاء الله إن شاء الله والسؤال الثاني يعني في واحد اليوم حطمنا الصراحة وطمنا لعمر الأربعين فقال لي كم عمرك شخص سهلني قال لي كم عمرك دار ربعين فقال لي أنت حين لازم تريمه لك الموت خلاص يعني هذا الإنسان حطمني فقلت له خير إن شاء الله يعني حتى الشاب اللي عمره ثلاثين ولي عشرين ترى لك الموت إن شاء الله لو كان صغير فكان يكلمني إن لازم يعني تستعد لموت وكذا يعني شوية أنا طايقت يعني يعني وكلهم سارح يموت ولكن يوم قال لي الكلام فخلاني مثلا تقول خلاني مثلا صح صح وقالني وقال أن نساو خير يعني العمر شوية فبغير توضيح من الشيخ إن شاء الله العمر الأربعين شوفي بالضبط يعني زاك الله خير الله يحفظك يا خبراهيم تسمع شاء الله إياك الله أبو عبد الرحمن تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عبد الرحمن تفضل يا مرحبا حياكم الله سؤالي لفضيلة الشيخ أنا أعمل مهندس استشاري إشراف على بعض المشاريع فمن بين المقاولين الذين يعملون عندنا في مقاول المفروشات تمام فأنا أحتاج تفصيل مثلا غرفة جلوس فهل يجوز لي أن مثلا أطلب منه أن يفصل لغرفة جلوس ولكن مثلا طبعا هو عرض علي أن يعني أن يهدي نياح هدية ولكني رفضت يعني لأنه في هذا في حرمانية في الموضوع ولكن مثلا إذا عرض علي أن يأخذ لسعر التكلفة فقط فهل يجوز ولا فيها حرمانية هاي الموضوع إن شاء الله واضح بسؤال شيخي واضح بأعبد الرحمن حياكم إسمع شاء الله الرد حياك الله يا مرحب سلام عليكم السلام نجيب بفعض الشيخ نعم نعم مكالمة أخرى نعم تفضل أخي الكريم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي الكريم ما معند معك أبو أحمد حياك الله أحمد الله يحفظك تفضل أزاكم الله كل خير على الان برنامج وإشهد الله أني أحبكم أحبك الله أزاك الله خير لا عندي سؤال لو سمعت أنا أقيم في عجمان وعملي في دبي المسافة بين عجمان وعملي حوالي ستين كيلو بأخرج من العمل بعد صلاة المغرب يعني بصل المغرب في المكتب وبأجمع الأشاء مع صلاة المغرب عشان الطريق مزدحم جدا وبأخذ وقت كبير فهل الجمع يعني في هذه الحالة صحيح أم خطأ إن شاء الله وهل أستطيع أنني أجمع قصرا ولا القصر برضو خطأ إن شاء الله أزاك الله خير بحمد تسمع شاء الله الرد هياك الله نجيب شيخ سؤال لإبراهيم يقول ما حكم قول إن شاء الله بعد الدعاء كأن يقول لشخص الله يحفظك إن شاء الله مثلا يدعو له بدعاء ثم يقول إن شاء الله بعد الدعاء الحمد لله بالنسبة للإنسان إذا دعا لنفسه أو لقيره فإن المشروع أن يعزم المسألة وأن يجزم في الدعاء وأن لا يعلقه بالمشيئة لأن تعليقه بالمشيئة فيه نوع استغناء نبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت والله مرحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له ولهذا أخي الفاضل بارك الله فيك إذا دعوت لأحد قل الله أسأل الله أن يغفر لك أسأل الله تعالى أن يرزقك ولا تعلق ذلك بالمشيئة بارك الله فيكم فرص شيخ يقول حدث بيني وبيني شخص حوار يقول سألني كم عمرك فقلت له في الأربعين فيقول الآن يعني بعد هذا العمر عليك أن تنتظر ملك الموت تستعد يعني للموت بالعمل الصالح فيقول هل لعمر الأربعين شيء مختلف عن باقي العمر الحمد لله لا بد من تقرير بعض المسائل المهمة في هذا الأمر وهو أولا بالنسبة للموت هو حق ولذلك الله عز وجل كتبه على كل على جميع خلقه يقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت يقول جل وعلا كل من عليها فأن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لهذا حقيقة لا بد أن يستشعرها كل حي على وجه الأرض أن الموت حق الله تعالى كتب الموت على كل أحد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمله وهذا متقرر ولا ينبغي للإنسان أن يتعامى عنه أو أن يتغافل عنه لهذا تجد بعض الناس يتفاجأ أحيانا حينما يذكر بالموت أو شيء من هذا القبيل وهذا حق ماضا إليه كل إنسان ولهذا أي يوم تغيب شمسه إنما يقطع فيه الإنسان مرحلة من مراحل سفره إلى الدار الآخر المسألة الثانية بالنسبة لمسألة مسألة الأربعين من العمر هي ليست دلالة على قرب الموت مثل ما قال صاحبك لا وإنما هي مرحلة بين مرحلتين المرحلة مرحلة الأربعين هذه مرحلة النضوج ولهذا الله عز وجل يبعث أنبياءه على سن الأربعين لأن مرحلة اكتمال كما قال جل وعلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخي وأعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبتو إليك وإني من المسلمين قل جل وعلا عن موسى حتى إذا بلغ أشده واستوى قال العلماء يعني بلغ أشده يعني أربعين سنة وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام حتى إذا بلغ أشده آتيناه قالوا بلغ أربعين سنة لهذا أخ الفاضل لعل صاحبك أخطأ في فهم هذه المسألة وقال خلاص الموت قريب لا هي مرحلة تدعى للنضوج بمعنى أن الإنسان في هذه المرحلة اكتمل النضوجه اكتملت قواه العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك فهنا كان السلف الصالح كما ذكر ذلك أنه غيره بأنهم إذا بلغ أربعين تنسكوا لماذا؟ لأنه هي مرحلة نضوج فالتمييز لديهم أكثر من أي فترة أو مرحلة سابق لهذا تجد في الغالب عند المسلمين أنه إذا بلغ أربعين سنة تجد سبحان الله يسير في يعني طريق واضح ومستقيم وحريص على أن يستفيد وقد يوجد من الناس ما لديه سفه مثلا أو شيء لكن في الغالب لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك هو يريد أن يوصل إليك فكرة لكنه قد يكون أخطأ في التعبير نعم سن الأربعين سن النضوج سن الاكتمال بمعنى أن الذي يسفه في مثل هذا السن حقيقة هذا يعني واضح بأنه لديه تفريط ولم يستوعب يعني الحياة على حقيقتها ولم يعرف دورة في مسرح هذه الحياة ولا يعرف أن هناك نهاية فالذي يغفل بعد هذا السن المفترض يكون فيه ناضج هذا دلالة على أنه سادل في لهوه ماضم في غيه يعني شارد شارد عن الطريق الصحيح الأمر الآخر وهي فائدة حقيقة بالنسبة لك شعرت بها من خلال سؤالك أن صاحبك حتى وأن كان أخطأ في الأسلوب لكنه نبهك فشعرت بهزة عنيفة واضحة ولهذا كل إنسان ينبغي له أن يتذكر هذا الشيء وأن يعلم بأن الحياة هذه مهما عملت فيها ومهما صنعت فالنهاية الموت ونحن ننظر إلى أرباب الأموال ويعني أهل الدنيا خلفوا دنياهم وراء ظهورهم خلفوا كل ما يعني حصلوه وجمعوه وحازوه ولم يأخذوا معهم ولا درهما واحدا وإنما تركوه للورثة من خلفهم أليس هذا آية أليس هذا الدرس بلى والله ولهذا قال جل وعلا لينذر من كان حيا يعني ما قال لينذر من كان ميتا لا قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين المقصود أخي الفاضل يعني هذا الحديث الذي جرى بينك وبين صاحبك في واقع العمر أضاف إليك فائدة وهي الانتباه إلى العمر واليقظة وترك التسويف والأمل الذي يعيشه كثير من الناس يعيشون أملا طويلا ويسوفون في أمور كثيرة فيما يتعلق بحقوق الله أزوجل وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يختم لنا ولكم بخير أرى الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم معنا خحمد فضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله خحمد فضل بس السبساري عن ثلاث أشياء في الأمر السبسار الأول في يوم الأيام أنا كنت أصلي جماعة فأنتهت الصلاة فمن بعدها في واحد جاني يبقى يصلي معي كجماعة فأنا اتعت عنه فقدت أحساسا أن أنا ما كنت أعرف أنا هل هل أقدر أقدر أصلي جماعة مرة ثانية ولا لا يعني هو دخل علي تريفة أورادي يعني الناس تتخلصها وسنو ونطلعوا استشار الثاني الشيخ إذا كان علينا مبلغ من المال هل يمكنني أضاء هل يمكن أن أحج لازم أسدد المال الذي علي عقب أن أقدر أحج السؤال الثالث شيخ شو طويل ولكن إذا رب العالمين كاتب لنا من أول يوم لنهاية اليوم أنا أأمن في حرف حرف من القرآن ولا أأمن في كل الجسمة وأقدر أفرق مثلا ليش هذا الدين غلط وليش هذا الدين صحيح ولكن السؤال له ليش رب العالمين ما كتب لنا يعني نحن نكون على طول على عبادة ليش خلانا نحن نختار بين الصح والغلط ليش ما خلانا على طول أن نكون يعني بصلاة بدعاء بالتعاد عن الغلط والأشياء ونكون يعني نكون نهاية الدنيا نكون على طول للجنة يعني شكرا شكرا يعني يعني هذه الغرفة هدية فيقول ما حكم ذلك وما حكم إن أخذ مني فقط سعر التكلفة الحمد لله بالنسبة لما يتعلق بالحدايا إذا كان بينك وبينه تهادي سابق وعلاقة سابقة ثم أهداك في يعني هذه المرحلة التي بينك وبينه عاقد فلا حرج في ذلك فقد نص الفقه على أن القاضي إذا كان بينه وبين شخص آخر تهادي قبل توليه القضاء ثم أهداه بعد ذلك لا حرج في ذلك إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أن لديه أمر أو قضية عند هذا القاضي كذلك يعني من هو في حال الأخ الفاضل أما إذا لم يكن بينك وبينه تهادي ثم هناك عقد بينك وبينه وهذا العقد يشتمل على مثلا شروط الجزائية ويشتمل على كذا وكذا فهذه أمانة ولذلك لا يجوز لك أخذ شيء منه ولو قدر مثلا وهو يعني أعطاك بسعر بقيمة يعني رأس مال هذا لا حرج في ذلك لا حرج هذا مما قد يتسامح فيه الناس وأيضا يحصل بينهم وما دام أنك دفعت قيمة هذا الشيء هذا لا حرج فيه ولو أصريت على عدم قبول هذا الشيء فهو أفضل ويكون أورع لك من حيث الورع يكون نعم أفضل مرحب الله فيكم شيخ سؤال بو أحمد يقول لنا أقيم في عجمان وأعمل في دبي المسافة يقول تقريبا 60 كيلومتر أخرج يقول من العمل بعد الصلاة المغرب الصلي للمغرب في مقر العمل فيقول أنا أجمع مع المغرب صلاة العشاء جمعا من غير قصر لوجود الزحام الشديد في الطريقة الرجوع إلى المنزل هل يصح هذا الفعل وهل يجوز أن أقصر الصلاة مع الجمع الحمد لله بالنسبة للمسافة التي يقطعها الأخ السائل الفاضل هذه ليست مسافة سهر ما بين عجمان ودبي كذا نعم ما بين عجمان ودبي هذه مدينة واحدة أصبحت الآن البنيان متصل بل الآن أم القوين وعجمان والشارق ودبي متصلة لذلك لا تفكر أبدا في مسألة القصر مطلقا هذه مدينة واحدة ولا أحد الآن يتصور أو يقول مثلا والله فلان سافر من عجمان إلى دبي أبدا يقال فلان ذهب من عجمان إلى دبي المسألة الثانية بالنسبة لصلاة العشاء وقتها متسع والأصل في الصلوات أن تؤدى في وقتها إلا لحاجة أو حرج يعني ينال الإنسان وأنت هنا لست في حرج ولست في الضرورة ولذلك أنصحك يا أخي الفاضل لا تجمع العشاء مع المغرب وإنما تصلي المغرب في محل العام الثلاث ركعات وإذا خرجت إذا وافقت وافقت كصلاة العشاء في مسج المساجد تصلي وإذا اشتد عليك الزحام وفاتتك كصلاة الجماعة تصليها في البيت ولله الحمد حتى لو أوصيت أهلك إذا كنت متأهلا أو زملائك إذا كنت أعزبا أن ينتظرك حتى تصلون الجماعة لأن العبرة بالجماعة حتى ولو لم تكن في المسجد لثنال أجر الجماعة بارك الله فيكم يا شيخ معنا أبو راشد تفضل نعم تفضل أخ راشد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حقيقة أخ راشد تفضل الله يحييك أحسن الله إليكم أنا عندي سؤال بالنسبة للقصر والجماعة أنا ساكن في مقاوين وعندي أهل في بوضبي أنا كنت ساكن بياهم قبل بس انتقلت قبل كم سنة فأنا يوم أطلع من مقاوين أروح عندهم زيارة يعني كم يوم مثلا متى أبدأ أترخص أترخص برخص استفار يوم أطلع من دبي مثلا ومتى تنتهي رخص استفار استفار هل تنتهي إذا وصلت عندهم أو إذا دخلت بوضبي والعكس إذا كنت راد من بوضبي متى تبدأ ومتى تنتهي رخص استفار إن شاء الله زاك الله خير أخ راشد تسمع شاء الله الرد نعم أخ فلاسي تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكل أخ فلاسي تفضل أبغي أسهل فضية الشيخ نعم أنا كل يوم أسير الدوام من بوضبي إلى دبي مسافة أكثر من 120 أو 150 كيلو هل أجمع وكستر ولا أصلي مع الجماعة هل حقك عليهم إن شاء الله زاك الله خير أخ فلاسي تسمع إن شاء الله الإجابة نعم نجيب بفنسيخ سؤال لخ أحمد يقول أنا كنت أصلي مع الجماعة انتهت الجماعة وبدأت أقضي يقول مع لي من ركعت جاء شخص وأتم بي فيقول أنا لم أكن أعلم أن هذا الأمر يعني جاء سابتعت عنه فيقول ما حكم هذا الفعل وهل يجوز يقول إذا يعني حصل لهذا الظرف مرة أخرى أن أصلي جماعة معه الحمد للجواب نعم مثل هذا راجح من قول أهل العلم جواس الاعتمام بالمسبوع فإذا أنت كنت تقضي ركعات ثم جاء شخص ملتحق بك ليأتم بك فإن هذا جائز ولله الحمد وكونك ابتعد في المرة الأولى هذا لا يبطل صلاتك وأيضا صلات من التحق بك لكن مستقبلا لا بحس أن تتصدق عليه بصلاة الجماعة بارك الله فيكم أهل الشيخ أيضا يقول علي مبلغ من المال هل يجوز للحج أو يجب علي أن أسدد هذا الدين أولا الحمد لله هذا يختلف باختلاف طبيعة الدين فالديون على ثلاثة أقسام الموجودة الآن في دنيا الناس الدين الأول ما يسمى بالأقصاط الشهرية خاصة مع المصارف مثلا أو مع المؤسسات فهذه لا تمنعك من الحج لأن القصط يحل بنهاية الشهر أو ببداية الشهر ولذلك تستطيع الحج ما دام أمن لديك القدرة المالية للذهاب والعودة من خلال الحملات الموجودة هذا النوع الأول النوع الثاني القرض المفتوح الذي ليس له وقت للسداد لذلك تجد بعض الناس الآن يقترض قرض ولا يتفق هو صاحب الدين على موعد السداد وهذا أيضا يجوز لك أن تحج ولا حرج عليك في ذلك النوع الثالث وهذا المهم الدين الحال الدين الحال إذا كان بينك وبين شخص يعني معاملة أو اقتردت منه وحل الدين قبل الحج هنا الآن أنت إما يعني عندك مبلغ هذا المبلغ لا تستطيع الحج به إن أنت سددت صاحب الدين هنا تستأذن صاحب المال تقول له أنا راغ في الحج وليس عندي قدرة على السداد هذا الشهر فهل يمكن تؤجله إلى سنة إلى ستة أشهر فإذا أبى يلزمك أن تسدده ولا تذهب إلى الحج لأنك غير مستطيع بارك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم يقول أن الله عز وجل كتب على الإنسان كل شيء في هذه الدنيا من أن يولد إلى أن يموت فيقول أن الله عز وجل إضافة إلى أنه كتب كل شيء جعله للإنسان يعني يختار رادة يختار منها الطريق الخير من طريق الشر فيقول لماذا لم يكتب الله عز وجل للإنسان أنه يعمل الطاعة والعبادة طول حياته ثم يدخل إلى الجنة الحمد لله أولا يا أخي الفاضل لا بد أن نعلم قضية وهي أن الله تعالى إنما خلقنا لعبادته ولطاعته هذا هو الأصل لهذا الله عز وجل أمر جميع الخلق بطاعته وبعبادته وبتوحيده وبالإيمان به وبالإيمان بكل ما أمر الله تعالى الإيمان به ووعدهم إنهم أطاعوا أن يدخلهم الجنة ولهذا لو آمن كل من في الأرض وأطاعوا الله أدخلهم الله عز وجل الجنة هذا الأمر الأول أمر الثاني الله عز وجل بعلمه السابق ثم أنه لما خلق الخلق بعلمه السابق علم ما هم فاعلون علم الله عز وجل ما هم فاعلون قبل أن يخلقهم لأن الله تعالى هو العلام وهو العليم وهو الخبير سبحانه وتعالى ولهذا يسر من يسر من عباده أو من يشاء للجنة وكذلك لأهل النار جعل لهم طريقا ولهذا خلق الله تعالى الجنة والنار ولو أن الناس كلهم عبدوا الله لما كان لخلق النار فائدة لهذا الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة هذا من حيث الكتابة أما من حيث العلم فهو أزلي لأنه من صفات الله عز وجل فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون الناس فريقين فريقون في الجنة وفريقون في السائل ولو أن الله تعالى عذب خلقه كلهم لبطلة الحكمة من خلق الجنة ولو أن الله تعالى رضي عن خلقه كلهم وأدخلهم الجنة لبطلة الحكمة من خلق النار لهذا الله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار وجعل لكل دار أهل ولو أن الله تعالى كما ذكر الأخ السائل هدى الناس فقط إلى الطريق الذي يقودهم إلى الجنة لما كان هناك أيضا داعي لخلق الحياة الدنيا فالله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عامل ليبلوكم أيكم أحسن عامل ولهذا أنا أوجه الأخ الفاضل إلى أن يقرأ في أصول القدر ولا يتعمق في ذلك والعلماء استقرأوا نصوص القرآن والسنة وخلصوا إلى أن القدر يقوم على أربعة مراتب الأولى مرتبة العلم فالله تعالى عالم ما العباد فائلون قبل أن يخلقهم فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ثم الثاني الكتابة فالعلم السابق سبحانه وتعالى كتبه قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة كتب كل شيء ما ترك القلم شيئا إلا كتبه بأمر الله عز وجل والثالث المشيئة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والرابع الخلق الله خالق كل شيء ولهذا الله عز وجل أعطى الإنسان قوة وبصيرة وبصر وجوارح يختار لهذا الله عز وجل قال ألم نجعل له عينين ورسانه وشفتين وهديناه النجدين لهذا أي إنسان يدعي يحتج بالقدر على المعصية وعلى الكفر فهو كاذب في واقع الأمر بدليل الواقع الحياتي فهو الآن لو خير بين أمرين أحدهما شرب الآخر خير من أمور الدنيا لأختار الخير ولو قيل له لماذا لا تختار الشريق بيقول هذا فيه مضرة ولو أراد قصد بلد وله طريقان طريق اسفلتي لكنه طويل ألف كيلو متر مثلا وطريق صحراوي وعر فيه مفاوز وفيه عقبات وفيه قطع طرق مثلا لكنه خمسين كيلو مثلا سيختار الطريق البعيد المسفلة الآمن الذي عليه علامات ورجال أمن ولو كان ألف كيلو ويترك هذا الطريق ولو كان خمسين كيلو وذلك للمخاطر لهذا الله عز وجل بينا لنا كل شيء أقام الحجة وأوضح المحجة ولم يبقى للإنسان يعذر ولهذا يوم القيامة تتساقط العذام مثل ما قال تعالى عن المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء أكذبهم الله أكفر نعم بارك الله فيكم شيخ معنى أخ ماجد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتك الله أخ ماجد فضل السؤالي للشيخ الله يحفظه أنا أحب مشايخ الدين وأحب دائما أقول مقولة أحب الصالحين لست منهم أحاول أجاهد نفسي أني أكون في المكان الصحيح ولكن أحيانا أتراجع نصيحة من الشيخ بس لأني صراحة وأتأثر جدا بكلام رجال الدين ومنهم الشيخ عزيز الله يحفظه وكل مشايخنا الله يحفظهم أنا أصيحة من الشيخ زاك الله خير زاك الله خير الله يحفظك يا أخ ماجد تسمع شاء الله الرد أبو علي تفضل سؤالي شخصي توفى وترك المعراض وزوجته متوفية وعند أخوة على غيد الحياة وأخو عنده أبناء والأخ متوفي هل الأبناء يرسون عمهم يعني بو علي مساء الميراث لو ترجع للمحكمة أفضل لأن مساء الميراث فيها حصر للورثة حصر للتركة حصر لكذا وقد تغيب بعض الأشياء في السؤال فلو ترجع للمحكمة يعني في مساء الميراث يكون أفضل زاك الله خير زاك الله خير نعود يا فرص شيخ نجيب على السلة هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة رسول أبو محمد يقول أيهم أفضل الصلاة في جماعة أو من فاردا إذا فاتت صلاة الجماعة في المسجد والمسجد به إمام راتب الحمد لله من فاتته صلاة الجماعة فليبحث عن جماعة أخرى سواء في المسجد أو في البيت أو في أي مكان آخر لأن الغرض هو الجماعة فإذا فاتت جماعة المسجد فلا تفوتنك جماعة أخرى إن أنت حصلتها مثلا هذا هو الأفضل بارك الله فيكم من فض الشيخ اللخ راشد يقول أن أسكن في أم القوين وأهلي في أبو ظبي فيقول في بعض الحال أذهب لزيارتهم فيقول متى أبدأ أترخص برخص السفر في الذهاب وفي العودة الحمد لله تترخص برخص السفر إذا فارقت عامر بنيان بلدك وقد ذكرت قبل قليل بأن أم القوين وعجمان والشارقة ودبي اتصل البنيان إذن بعد ما تفارق دبي يعني تقريبا بعد يعني جبل علي تقريبا خلاص تبدأ تترخص برخص السفر فيما يظهر لي وأما إذا كان طريقك عن طريق العابر أو طريق الإمارات من هناك فيظهر بأن الأمر واسع يعني ممكن أنك تترخص بأقل هذه المسافة لأنه يوجد صحراء من هناك وفي العودة فارض الشيخ؟ العودة بمفارقة عامر بنيان الأبوظبي عامر بنيان لكن إذا كان الأخ يقول أنا ذاهب زيارة هو الآن أصبح بيته في أم القوين لكن عنده أهل والديه هناك وليس عنده سكن ولا ملحق ولا شايفه ويقصر يجمع حتى يرجع يعني بالنسبة له ما داما ليس عنده سكن هناك ولا ملحق ولا مثلا غرفة مثلا يستقر بها وينام فيها وإنما يذهب يسلم ويرجع يبقى يقصر ويجمع حتى يعود بارك الله فيكم نفس الشيخ الأخ فراسي يقول أنه يسكن في أبوظبي ويعمل في دبي يقول يوميا أذهب وأرجع هل يجزل الجمع والقصر؟ الحمد لله أنت لك إقامة تاني يا أخي الفاضل وسبق التنبيه على هذه المسألة إقامة الأولى في دبي والإقامة الثانية في أبوظبي التي هي المقر العمل فإذا وصلت أبوظبي قطعا كالسفر في الطريق وأن تراجع مثلا ما بين المدينتين نعم لك أن تترخص برخص السفر بارك الله فيكم من أفضل شيخ الأخ ماجد يقول يقول أنه أحب مشايخ الدين أحب الصالحين لكن يقول أجاهد نفسي في بعض الأحيان ويقول أضع في بعض الأحيان ويقوى إيماني في وقات أخرى فأريد منكم نصيحة الحمد لله أولا نسأل الله تعالى أن يبارك في الأخ ماجد وبقية الشباب وأن يوفقنا وإيهم لكل خير وأن يزيدنا من العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح أولا أخي الفاضل وأضح بأنك وللها الحمد نشأت تنشئ طيبة وصالحة ولديك الرغبة في يعني مصاحبة الأخيار وهذا يندل على شيء فإنما يدل على أن يعني أنت وللها الحمد ماشيا في الطريق السليم وفي يعني الصراط المستقيم بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك أن محبة الصالحي من العلماء وطلاب العلم وأهل الصلاح وأهل العبادة هذا يدل على صلاح في قلب هذا الإنسان لأن لأن النفوس فيها مشاكلة وقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الأرواح جنوده مجندة ما تعارف من أتلف وما تناكر من اختلف إن النفوس لأجناد ومجندة بالإذن من ربنا تجري وتختلف فما تعارف منها كان مؤتلف وما تناكر منها كان مختلف فأنت يا أخي الفاضل عندك أصل الخير ولله الحمد والمسألة الثانية يجب عليك أن تنمي هذا الخير الذي في قلبك وأنت ولله الحمد في مجاهدة كما ذكرت مع نفسك لكن هناك يظهر مواد تمدك تحاول أن تبعدك عن هذه الأجواء وعن هذه المناخات وعن هذا الطريق فقد يكون هناك ما أدري الله أعلم صحبة سيئة مثلا أو رفقة لا تشجئك وقد يكون تكون بعض الصحبة ليس بالضرورة أن تكون سيئة لكنها تحطم بعض الأصدقاء وتكون يعني أشبه بقطاع طريق أمام هذا الإنسان في الوصول إلى المراد والمطلوب فلذلك أخي الفاضل تحرص على أن تعرف السبب الذي يجعلك تتأخر في مثل هذا الأمر المسألة الأخرى يعني مسألة ضعف الإيمان وزيادة الإيمان هذه مسألة طبيعية يا أخي الفاضل الصحابة رضي الله عنه شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضعف الإيمان وزيادة الإيمان وكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافهتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم ولكن ساعة وساعة فهذه مسألة طبيعية غير الطبيعي أن الإنسان يستسلم عند ضعف الإيمان ويرى بأنه بدأ بعيد عن الطاعة والعبادة ويستسلم هذا هو المنكر وهذا هو الغير طبيعي لهذا الإنسان إذا ضعف إيمانه يعني يبحث عن السبب ويحاول أن يسد الطرق والثغرات التي دخل الشيطان من خلالها المسألة الأخرى عليك يا أخي الفاضل بالحرص على الفرائض أن يكون لك ورد يومي عليك على أقل تقدير أن تحضر مجلسا علميا في الأسبوع ولو مرة واحدة اختيار الصحبة الصاحب ساحب والطباع سراقة والمرو على دين خليله لأن الصحبة مما يدل على أهميتها المساحة الكبيرة التي جاءت فيه نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية صلى الله تعالى لك الثبات أكثر من الدعاء التجع إلى الله عز وجل ولا تتساهل في هذا الأمر قضية الصحبة وقضية الحرص على مثل هذه الطاعات والإبادات صلى الله تعالى لك التوفيق والسداد بارك الله فيكم مفضل الشيخ وأحسن الله إليكم لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهات حلقة اليوم نشكر في ناتة هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان نزيل نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن يتواصلكم معنا ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي من الأخراج على السعيد تقبلوا تحيات محدثكم السحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته